اشتركوا في القناة اليكم اليوم اغرب تسعة اشياء معروضة على موقع امازون تاسعا عصابة رأس للكلاب لا اعرف لماذا يجب على احد ان يلبس كلبه عصابة رأس لكن هذه العصابات معروضة للبايع في موقع امازون الغريب في الامر انها لاقت اقبالا كبيرا وخاصة في اعياد الهالوين من طرف الذين يريدون تغيير مظهر كلبهم لكن بالرغم من ذلك فهذا المنتج يجعل مظهر الكلب غريبا جدا ولا اجد سببا مقنعا لشرائه ثامنا بول الحيوانات من اجل المال كل شيء مباح صدقوني بول الحيوانات مفيد جدا لصياضي الغزلان والارانب لكن الغريب ان الصياض يملك الف طريقة يمكن ان يستخرج بها بول احد الحيوانات بدل البحث عنه في موقع امازون لكن الصياضين يفضلون بول الثعالب والقيوط فهو فعال في استدراج الحيوانات اكثر من اي نوع اخر سابعا براز البوم وهو في الحقيقة براز معالج ويستخدم في الاساس لاغراض علمية لكن رغم ذلك تبقى فكرة بيعه على موقع امازون غريبة اكثر من بول الثعالب ورغم ان الهدف من بيعه تعليمي الا ان الكثير من الذين اشتروا ذلك المنتج كان لهم هدف اخر كاهدائه لاصدقائهم في اعياد الميلاد من باب المزاح يا له من مزاح ثقيل سادسا لا شيء هو منتج غريب حقا لكنه مفيد نوعا ما فالمنتج عبارة عن علبة بلاستيكية مكتوب عليها قلت لي انك لا تريد شيئا الكثير من الناس يجدون صعوبة كبيرة في شراء الهدايا وعندما يسألون اقاربهم او اصدقاءهم يجيبون لا نريد شيئا وذلك تعبيرا عن خجلهم وهذا المنتج مفيد لهذا النوع من البشر خامسا كتاب تجميع ملصقات الموز الرسمي تعرفون الملصقات الموضوعة على قشر الموز هناك الكثير من البشر مهوسون بجمعها ففي عام 2014 قام رجل يدعى جيمس هاتشر الثالث بنشر كتاب اسماه كتاب تجميع ملصقات الموز الرسمي وقد وضع جيمس 999 خانة فارغة في هذا الكتاب ليقوم مهوس وجمع ملصقات الموز بإلصاقها وترتيبها في كتابه غريب ما يفكر به البشر حقا رابعا كاشف الأطباق الطائرة لا شك أنكم تعلمون مدى هواس بعض المجتمعات الغربية بأساطير الأطباق الطائرة وهذا ما يجعل منتجا كهذا ناجحا فالجهاز كما يقوم مصنعه قدر على رصد المجال الكهروميغناطيسي الذي تنتجه الأطباق الطائرة لكن في الحقيقة ليس إلا جهازا يرصد أي ميغناطيس قريب ولاس بالضرورة أطباق طائرة ثالثا فريد العجوز السمين يبلغ ثمن هذا المنتج 385 دولارا ووزنه 9 كيلوغرامات وهو معروض للبيع لأغراض تعليمية يستعمل هذا المجسم لتدريب الإسعافات الأولية كالتنفس الاصطناعي مثلا مثل هذه الأدوات موجودة بكثرة على موقع أمازون مع أنه ليس مكانها هناك إضافة إلى شكل المنتج الذي لا يحيب تاتا بأنه منتج تعليمي ثانيا الخنافس الحية يعرف صياده لاسماك أن هناك علبا تحتوي على ديدان حية تستعمل للصيد وهي متوفرة بشكل واسع لكن علبة بها خنافس حية لماذا قد تحتاجها؟ في الحقيقة لا أعتقد أن هناك أناس يريدون جمع الخنافس إضافة إلى شراء علب مليئة بها والغريب أيضا أن الخنافس لا تحتمل العلب المغلقة فقد تموت عند نقلها وهذا ما يجعله منتجا غير مفيد بتاتا أولا وآخرا دبابة لاندكروزر تريد شراء دبابة قانونيا؟ لدينا الحل كل ما عليك فعله هو دفع عشرين ألف دولار لموقع أمازون إضافة إلى تكلف الشحن لإيصالها إلى منزلك تتسع هذه الدبابة لستة أشخاص واحد أعلى السقف وخمسة في الداخل كما أنها لا تتوفر على أدنى شروط السلامة الطرقية فعلا يمكن لأحدهم أن يستعملها للتجول في الصحراء لكن فكرة باع هذه الدبابة على موقع مثل أمازون غريبة نوعا ما إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الإعجاب والاشتراك جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم ترجمة نانسي قنقر